اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل ما يلزم لتحصين إجراء الانتخابات النيابية في موقع نحن عم نشتغل عليه عم نصب عن الفترة والتانية وأكيد هذا بالعمل السياسي أنه في أفريقاء سياسيين جاهزين أكتر للانتخابات النيابية على القانون الجديد القانون الجديد هذا قانون توافق ثمن التوافق مبادل جميع هذا القانون الممكن نحترف صراحة فيه اللي بيقدر يقول أنه يعلم مسبقا كيف ستكون عليها النتائج بتحدى ولا حتى التحالفات فيها خطر حتى الحلفة يمكن أنا وإياك أنا وإياك حلفة باش ماله مصلحة أنه نعمل كل واحد لاح على وحده ممكن تكون بدون يفرقوا الطيار والقوات بها الطريقة مش نستهيك يعني أنه في لك موضوع صوت التفضيلي بلنا شغل بسيطة هاي دي صوت التفضيلي يعني أنت المرشح ما بي إذا بدك مرشحك ينجح ما بيحصنه فقط أنه يكون موجود بلاحة قوية ما بيحصنه كمان هو أداء لهذا المرشح تبالآخر يعمل وبالنهي هذا المرشح يعني بتجي الناس يعني في مجموعة من الناس إذا بدك بتسيرك بتلتزمي معك بخطك السياسي بس ولكن إذا أنت ما كان المرشح اللي عندك اللي عبي يقدمه هذا الفريق السياسي إذا ما كان موجود إذا ما كان فيه قناعة فيه من قبل الناس خصوصا بهذا الظرف القرف اللي قلتلك عنه اللي عم نحس فيه نحنا وغيرنا يعني نحكة بعضنا إذا ما كان هذه الشروط متوفرة بالمرشح لقاء كليمونسو الرئيس بري والرئيس الحريري عند النائب وليد جنبلاط على عشا ويذهب الرئيس بري والرئيس الحريري للنائب جنبلاط بحد ذات وكانت الصورة هي حدث قيل الكثير عن هذا اللقاء ومبارح كان فيه تأكيد على لسان النائب علي بازي أنه ليش نموجه ضد أحد هل نضعه في إطار التشاور النقاش لتحصين الساحة الداخلية أم تحلوفات انتخابية أم شو هل يقل لك شغالي ما بد إدعي أنه عندي معلومات أبدا غير شكل ولا شيء لا بالنهاية فيه عندي حد أدنى نعم من اللي عرفت باللي صار بس بلكن حتى نفهم هذا اللقاء واللي والأمور اللي نحكت فيه نعم بدأت تحكي بالتوقيت طبعه أي يعني لما بيطلع الرئيس نبيه بري من لأول مرة من زمان بيطلع برات عين التيني ها وقت اللي بيصير فيه لقاء على هذا المستوى أنا مع ريته من يعني ببعض الصحف أو بعض الإعلام بأنه يمكن من زمان ما صار فيه لقاءات من هذا من هذا النوع نعم نعم طبعا هو ليس بلقاء طائفي وإن كان يمكن أخذ الطابع المسلم أيوة هو بس هو قطعب من شيئك ولا هذا المراد منه هو لقاء جاء فيه توقيت أمرين اثنين الأمر الأول الساحة ما يحصل في المنطقة من هذا الغليان اللي عم بيصير في المنطقة بهذا الاتجاه وفيه أمر آخر هو موضوع الشيء اللي عم يحصل داخل ما تنسى أن هذا اللقاء كمان كان قبل الجلسة التشريعية اللي هي أقرت قانون إذا بدأت الإجراءات الضريبية لحتى تزيد بحجم ولحقا الموازنة يعني ولحقا في الموازنة بالتوقيت في عندك العنوانين هذه العنوانين وبالتالي من الطبيعي بتقديري أنا بأنه بأن يحكى في بما يتناسب مع التوقيت اللي اللي عم بتحدث عنه أنا المعلومات اللي عندي هي أن الحديث كان طبعا موضوع ليس موجهة ضد حدث قطعي 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 وتحديدا ولا ضد رئيس الجمهورية ولا ضد رئيس الجمهورية فيه توافق وفيه تسويق وفيه اتفاق تام معه وتحديدا من عنا نحن يعني تحديدا يعني الرئيس بالرعب دائما عم بيعلن عم بيقول بأنه ما عنده مشكل مع رئيس الجمهورية ولا بتصور رئيس ولا أستاذ وليل جملات عنده مشكلة مع فخامة الرئيس ونحن نحن نحن الأساسيين بالتسوي التي أتت بالرئيس بيشالعون الله يديم الوف للجمهورية لا يجب يجب بالنهاية أستاذ سلمان أنت بدك تمشي بلد ولا بدك تعرق البلد أنت بدك تحليح بشكل العالم ولا بدك توجد بشكل إضافية ما شربناها بالسابق عم نلتقي نحن مع الجميع على ثوابت الثوابت اللي حكيتك عننا الثوابت الشرعية اللبنانية وثوابت الشرعية العربية وثوابت الشرعية الدولية وفي كتير من الأياد عم تمتد لبعضها بتجاه بعضها على أساس هذه الثوابت وأنا بتقديري اللقاء كليمانسو كان هدفه هو الدعم هذا التوجه تأكيد على الحفاظ على الاستقرار الداخلي بكل أوجهه سواء السياسي أم الاقتصادي أم المالي أو الاجتماعي ولما أقول لك اقتصادي أو مالي هل تفهم مني أنه كمان في اتفاق على تمرير موضوع القانون الضارب والدعم أنه كل التطرق تتعاطب إيجابية مع هذا الموضوع هذا الشفناء نعم وهذا الشفناء بين نهار التنام بالشو أسبوع وطبعا حنشوف جمع الجاي وإن شاء الله وطبعا إذا بدك فيه هذا المشهد العربي أو المحيط فينا كان طبق أساسي بالنقاش وكيفية تبادل آراء بابين الأطراف السياسية التلاتة حول كيفية المواجهة وكيفية تحصين الساحة الداخلية على كل حال أستاذ خليل خوري بس حيط الشارع عم بقول رح يضل الحكي بموضوع كليمونسو وفك يعني ما جرى إلى حين حصول لقاء تاني يطغى على هذا اللقاء المصبوط الحديث اللي قاله مبارحة بسمعت مبارحة مع الوزير نهار المشنو لما قال بأن هذا الإقاء مفتوح وسيكون هناك لقاءات أخرى وربعي وخمسي وسدسي ربما تحصل هذا أمر يجب أن يكون بموضوع المقلق للبنان موضوع التهديدات نبدأ بكاريكاتور ترامب وسط مجموعة مناظير منها لكوريا منها بنزولا منها غيرها من الدول لكن أمسك بمنظار حزب الله اليوم فيه توقيت فيه كلام عن عقوبات وهذا شيء معروف منذ زمن فيه موضوع عقوبات على حزب الله اليوم اللي زاد على هذا الأمر موضوع مكافآت مالية لمن يعطي معلومات عن قياديين بحزب الله فيه أكثر يعني فيه شراس اليوم من قبل إدارة الأمريكية يعني هذا مثل ما حضرتك يعني بسؤالك عم تجيب على هذا السؤال لما عم تقوله شيء متوقع معلوف بالموقف الإدارة الأمريكية الجديدة وموقف الرئيس الموضوع العقوبات من موضوع إيران ومن أدوات إيران بالمنطقة يعني منها شغلة وحلفاء إيران بالمنطقة يعني منها شغلة جديدة يعني لما عم تحكي أنت عن حزب الله حزب الله بالنسبة لأمريكان من عشرين سنة منظمة إيرهابية مش جديد هلأ عم بيقولوه الحديث عن عن القيديين الثاني اللي عم تحكي عنهم إن كان حسب ما فهمت حمية أو شكر بهايدا حطينهم على لوائح الإرهاب من زمان واحد من 2015 وواحد من 2013 مريض على جل البحر 2015 وواحد من 2013 عطينهم على لوائح الإرهاب كأشخاص يعني هلأ الجديد هو إذا بدك هو في التركيز تركيز الإدارة الأمريكية بكل أوجها بكل مسؤوليها بكل المتحدثين بإسمها على هذا الموضوع وهذا عم يجي بإطار هذا الاشتباك اللي عم بيصير ما بين الأمريكان والإيرانيين على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم هيدا 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 لعب يحظى هلأ نحنا شو همنا همنا أنه أن ينقى لبنان بنفسه عن الخارج كيف دكتور حجار ينقى لبنان بنفسه يعني أنه أنت طال عقوبات فقط حزب الله حزب الله يقوله أنه حطالك اللبنان مش حتكون محصورة عاملنا عادرين نغير فيها شيء تضحك عبعضنا يعني يعني أنه لبنان اللبنانيين والمسؤولين اللبنانيين راح وفود ديابي ووفود لمحاولة التخفيف التخفيف بس أنا في أثر بالقرار الأمريكي أمريكي أخذي هي القرار أنا كيف فيه أنا خفف من انعكساته علي هيدا اللي تسألني عنه وهيدا اللي بتحسبني عليه هلأ إذا بوصل بوصل بيسيب بيتي بالألعاب كما بيقوله إذا حزب الله بفك عن موضوع المشروع الإيراني وبيفود بيفود بالجهة الداخل اللبناني هلأ الأمر هذا شايفينه اليوم أنا باستصابه بني شايفه بس ولكن إذا بوصله إذا بيسيب فيه قناعة أنا تحزب الله أنه يعني ريح البلد وريح الناس وريح العالم وطلع من المشروع الأقليمي وفوق ورجع على المشروع اللبناني ساعتا بكون قدرت أوصله وبتغايي رغم كله وإلا بدي ضل يتصرف بهذه الطريقة بمعنى أنه قد ما بقدر خفف من تداعيات وإنعكسات هذا الذي يحصل علي أنا رئيسية النهار تخشى أوساط وزرية بتقول من أنه أن يصل كل هذا الذي يجري هذا الحراك إلى اهتزاز الهيكل الحكومي وحتى موضوع التوافق لأنه تتخوفون قد يكون هناك لهجة تشكيك مجدداً بفريق يسهل يساعد قد يخربوا حاله قد يخربوا حاله نعم إذا ما دي لجاء هالشي هذا حيث بأله بيكون عم يخرب حاله أكتر وأكتر أنا شو يعني شو عا بتعمل بدل ما أنت تساعد بتحصيل الساحة الداخلية وتعزز الوحدة الوطنية بموجات أنا مين العدو الإسرائيلي نعم إذا ما بدل ما تروح لجاء لهون بدل ما ترجع تروح لمحلات تانية جربت لمحلات تانية وشفت لو وصلت على كال لحد الآن كلام سيد نصر الله أكد على موضوع الحكومي وموضوع الوحدة الداخلية وموضوع تحصيل هذه فيها مصلحة لله وفيها مصلحة للبلد نعم تقول مصدر مسؤول للجمهورية أنه لحد الآن ما صدر بيان رسمي عن حزب الله ولكن مصدر مسؤول بالحزب يقول أنه الإجراءات والعقوبات المالية ليست بجديدة وحصل منها قبل ولها دور محدود يعني على عمل حزب الله نعم نساور قد يجيه في الحقيقة شوية صغيرة لأنه دورة مش محدود يعني واضح بأنه في تخوف كبير لن تؤثر يعني على العمل الستراتيجي إذا بدنا نقول بحكي هذا أنا بس ببنباب ولكن Panroads حزب الله من موضوع العقوبات المالية والقانون بد يقره الكونغرس بلش سيد حسن صلى الله بانه هالأمر ما بيعنينا انه ما عنا مصاري بالابنوك ولا عنا شيء لا بعدين يقول لا هل ستؤثر ولكن هلأ انبارحة من يومان وانبارحة من يومان وانه اللي عبيقوله انه لا فيه بده بيطال بيطال قيدي يعني أعمالنا بيطال للناس اللي هي بتبرع لنا اذا واحد بيطلع صارح تلف جهة المنار بيطال حاله بيطال حالة كمان عفت لي وين يعني بكل امور هاي دي بتعرف ده ده ثور هايش اللي اسمه الولايات المتحدة الأمريكية وعبت عمل اللي عبت عمله فيك ايضا كارولين عكون بالشرق الاوسط مصادر بحزب الله تقول انه لا يؤثر بشكل على موضوع المقاومة ضد اسرائيل موضوع ضد التنظيمات التكفرية ضد الارهاب ايضا انا برجع بقولك هذا كله حكي بحكي ليش؟ انه ما في مقاومة ضد اسرائيل اليوم وين؟ فارح لبرمن طلع وهدد وللمرة الأولى بهذا الكلام الصريح دمج الجيش اللبناني مع حزب الله وانه الحرب ستكون ضد الجيش اللبناني مع حزب الله ضد لبنان يا استاذي يا استاذي يا استاسي قبل ما اجاوبك على هالسؤال بقولك ياهم من حرقة قلبي انو انا وين ڤشmannوم العدو الاسرائيلي اليوم؟ صحيح كيف وأن؟ لما عبروح اللى عم بعمله بسورية والدي عم بعمله بالعراق والدي عم بعمله بالكواف والدي عم بعمله بالبهران كحزب الله عم بحكي الزبهات موضع انو انا انا بكون عم'. بان اللى عم بعمله عم بيحض عن اللد عدو الاسرائيلي بتشتيت الجبهة الداخلية العربية وإصارة الفتنة الداخلية الإسلامية شو عم بعمل يعني؟ هاك بكون عم بوجه العدو الإسرائيلي ولا عم بعزز من فرص نجاح المشروع الإسرائيلي بالمنطقة إسرائيل تليد حرب دكتور حجار اليوم؟ طبعا إسرائيل بالنسبة لها هذا الذي يحصل هي بيتها بالقلعة إسرائيل اللي عم تشوفه اليوم بهذا التفتت وهذا التشرزم الداخلي العربي والإسلامي ما بتدحل من هاك هذا البدى إياه إسرائيل شو قصبه بخشي شعالات بلد 56 56 أمن إسرائيل بيكون بالدولات الطائفية وحروب بذهبية حولينا هذا يبيحبي أمن إسرائيل شو عم بيصير هلا؟ مين هلا؟ مين عم بيبارس هالدور؟ مين عم بيساعد بهالدور هدا؟ بيشتري أبو باشر أو غير أبو باشر حزب الله عم بيساعد بالموضوع؟ كلام لبرمان الأخير والستاذ وليد شقير يتحدث أنه التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله بالمواجهة العسكرية على الجهة البنانية في احتمالات الحرب إلى تعود إلى الواجهة مرة أخرى كل الفريقة يعني التهديدات من جانبين تتزامن مع ما يقوله رئيس ترامب والكلام ضد إيران بشكل خاص والأدرع والتوسع في هذه المنطقة في تخوف تحصل حد؟ خلينا أقول شالي أنه هنا في تهديدات عبدالطال الجيش اللبناني على افتراضية عند لبرمان وزير الدفاع العدو الإسرائيلي بأن الجيش اللبناني وحزب الله هو واحد لا الجيش اللبناني هو الجيش الوطني هو الجيش اللي بيحمي لبنان وبيحمي حدود لبنان وبيحمي الداخل بلبنان هذا الجيش هو بعد النجاز هو ذراع الدولة اللبنانية وأي مس بهذا الجيش يعني معناه أن تبس بالدولة اللبنانية وضرب الدولة اللبنانية من أساسها بس إسرائيل ما بتعرف هك عليها تريد استهداف لبنان من هون طبعا عدو بالنهاية نعم إسرائيل عدو شو إسرائيل هي دولة صديقة أو دولة حليفة هي دولة عدوة عم بتفهم من زمانه بالجاي من وقت اللي أنشئت وحط نصب أعيننا هذا النموذج اللبناني اللي هو يناقد مبرر وأسباب وجود دولة عصرية مثل الدولة اليهودية بالمعنى الصهيونة الإسرائيلية بس طبعا نحن هون لبنان عليه أن يوظف كل الإمكانات تبعيته بعلاقاته ألقاجية وبعلاقاته الدولية وهي دي عم بيعملها الرئيس سعد الحالي حسب ما أعلم بعد مجلس الوزراء اليوم تماما 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 نعم هذه المدرسة برجعب عدلك أنه هذه مدرسة الرئيس شهيد رفيق الحالي بتوظف كل الإمكانات لحماية البلد وهي دي عم بيعمله اليوم الرئيس سعد الحالي باقتصالاته بسفراته بروحاته بمجياته لحتى يساعد بهذا الإطار وعلى المجتمع الدولي دعم لبنان في هذا الإطار هذا اللي بفهمه قد يكون كلام وزير الدفاع الإسرائيلي هو أيضا للضغط على الداخل على الحكومة على الموقف الرسمي اللبناني بين حزب الله والحكومة أنا بفصل بهذا الموضوع أنا بهذا الموضوع بفصل بالكامل أنا وقت البدل العدو الإسرائيلي يهددني أنا بواجهة هذا العدو الإسرائيلي نعم يعني قد يكون كثير من الكلام كتب اليوم في هذا الإطار وأنه رفيق خوري بصحيفة الأنوار يقول لبنان في قلب عاصفة تتجمع بموضوع الاقتصادي موضوع العقوبات موضوع الحروب موضوع التهديدات كله يدخل في هذا الإطار وبالتالي هون كلام يلي زكرناه بالأول وأكدت عليه موضوع الساحة الداخلية يعني أنت أمام هذا الغليان اللي عم تشوفه المنطقة أمام هذه المشاهد اللي عم تتبدل كل لحظة كل لحظة وكل دقيقة بالمنطقة أمام هذا التهديدات أمام هذه العقوبات أمام هذه الحدود اللي عم ينقاش بكيف ترسبه بقية طريقة عم تقرأه وعم نشوفه على الوسائل التسطواصل وعم تنطرع بدك تشتغل لحماية حالك حماية حالك ما عندك غير شي واحد يحميك وحدك الدهلي حاول دولتك والتفافك حاول دولتك ومؤسستك الشرعية وحدة دون غيرها نعود إلى تفاصيل الموضوع الاقتصادي الاجتماعي وهموم الناس موضوع الضرائب وغيره وبعد التوقف لهذا الاستراحة ابقوا معنا مشاهدينا اشتركوا في القناة